اشتركوا في القناة وكانوا سواء داخل المغرب وخارج المغرب نحييكم عاليا ونتمنى لكم صباح مبارك سعيد بإذن الله تعالى وبركته والله يجعل ايامكم كلها ايام السعد والهناء يا رب فمرة اخرى نجدز تهاني لكل الشعباء المغربي بموفور الصحة والهناء اسوكواس امباركي اسوكواس اغدان اسوكواس افلوجان ان شاء الله هاتفلونيشكش مربيس لهناد الخير يا رب اه نتمنى لكم سنة امازيغية جديدة الفان وتسعمية واحد وسبعين الله يدخل عليكم باشمة تمنيتو يا رب فكل سنة اه يتجدد النقاش بالمغرب حول اقرار السنة الامازيغية او رأس سنة او ايذ يناير كما يحلو للكثيرين تسميتهم باعيد وطني وعطلة سنوية مؤد عنها فهذا النقاش دائما ما كيطرح نفسه خلال قدوم كل سنة امازيغية الا ان مجموعة من الهيئات الامازيغية والمنظمات الحقوقية دائما ما ترسل اه رئاسة الحكومة ويعني في هاد سنة تم ايضا طرح المطلب يعني على الديوان الملكي وسيتم بطبيعة الحال المناقشة ديل هاد المطلب ديل كل الامازيغيين بالمغرب وكل مغاربة الذين يرون بانه الان حان الاوان من اجل جعل السنة الامازيغية اه عطلة سنوية وعيد وطني مؤدعا هو اه بالتالي فهذا المطلب اه اصبح مطلب مليح انتما اه اخواني الكرام اه واش تبغوا يعني انه تكون السنة الامازيغية كغيرها من اه سنوات الاخرى سواء السنة الهجرية او السنة الميلادية عيد وطني وعطلة مؤدعا عنها ادو ونقاش دينا الصباحي بغينا الاراء ديلكم بغينا التفاعل ديلكم بغينا ايضا بارتاج ديلكم وكل واحدة مرحبا بي فالاراء تتعدد والمشارب دي الاهتمام دي الكل الفئات بطبيعة الحال تختلف فارأوكم اه نحترمها ونقدرها دائما ونتفاعل معكم اه بطبيعة الحال فتحية للجميع ومرأة اخرى اسقوا سنباركي لكل المغاربة فكما قلت اه هاد النقاش يعني ديال ايضي يناير دائما ما يطرح نفسها في كل سنة بالمغرب اه كين ايضا اه مجموعة من اه الجهات التي تنادي بعدها من الاحتفال يعني براء السنة وهذا يعني ربما خلى واحد جدل كبير يعني لدى اه مجموعة من طيارات بالمغرب ومن بينهم الطيار السلفي والطيار اه يعني اللي ممكن ان نسميه الطيار الامازيغي اه الحدثي المتنور و اه بين يعني هاد الامور كنشوفها اه بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل ايشي ما خاصة الفيسبوك مجموعة من التدوينات التي كان ابطالها اه شيوخ اسلاميين اه شيوخ اه متدينين اه اللي اه جعلوا يعني من اه هاد الاحتفال يقولوا بانه لا يجوز شارعا ولا دنيا وبالتالي خلى مجموعة من ردود الفعل خلى واحد ناشاز خلى واحد اخذ ورد بين المدافعين عن التقافة الامازيغية والهوية الامازيغية وبين هاد الطيارات الاسلامية والطيارات المتدينة السلافية فا اه بطبيعة الحال اه مجموعة من السلافيين اللي اه اكتبوا مجموعة من التدوينات وطالبوا بعدها من الاحتفال برأس السنة الامازيغية الشي اللي اغضب وازعج الكتير من الامازيغيين ومن بينهم يعني اه عصيد ومجموعة من المفكرين وآآ الناس اللي كيدفعوا على التقافة الامازيغية فا بطبيعة الحال هاد شي اه خلى واحد نقاش كبير وايضا حول آآ ترسيم يعني السنة الامازيغية وجعلها كعيد وطني وآآ جعل رأسنا الامازيغية على غيرها من آآ تقويمات الاخرى سواء تقويم الميلادي او الهجري والمطالبة آآ بشكل واسع من طرف كل التنظيمات ومن طرف ايضا حتى الاحزاب المغربية لما فتئت تترسل آآ يعني آآ سواء آآ رئيس الحكومة وايضا آآ رئيس آآ مجلس النواب وآآ طرح مجموعة من الاسئلة آآ على آآ قبة البرلمان لمناقشة هاد الامر والمطالبة آآ باسم يعني الشعب المغربي باقرار آآ سنة الامازيغية عيد وطني وآآ عطلة سنوية مؤدة عنها آآ في الادارات العمومية اخواني الكرام انتما كمتتبعين لقناة شوف تيفي ما رأيكم في هاد المطلب وآآ شنو ممكن تقولوا لنا واش انتما مع او ضد يعني آآ هاد آآ المطلب وكيف ترون آآ هاد المطالب التي تطالب بها كل التنظيمات الامازيغية وكل ايضا الطيارات المدافعة عن التقافة والهوية الامازيغية وفبالتالفة اليوم يعني تلتاش يناير هو اول يوم من السنة الجديدة السنة الامازيغية الفان وتسعمائة وواحد وسبعين وبالتالي فآآ ربما غد نذكركم فقط يعني بهذا التقويم فآآ حتى آآ التاريخ أو الحقبة التاريخية الدقيقة في الروايات والاساطير الشفاهية المتوارثة آآ أبنى عن جد فلا يمكن باتة آآ الجزم بأنه وهناك تاريخ آآ دقيق يعني آآ لأول احتفال آآ السنة الامازيغية فالكثير من الناس يذهبون إلى أنه شيشونغ الأول وهو يعني آآ حد الملوك الامازيغيين اللي آآ تربع على عرش آآ مصر آآ كان آآ دالك يعني آآ تسعمائة وخمسين آآ قبل الميلاد آآ كان يعني اول من يعني آآ خلد هذا السنة الامازيغية آآ لأن يعني السنة الامازيغية فهي آآ تقويم امازيغيين من اجل ضبط الموسم الفلاحي وكما هناك من يطلق عليها السنة الفلاحية او السنة الزراعية فهذا التقويم آآ يعني يحتفي به كل الامازيغ عبر العالم خاصة بشمال افريقيا باعتبار آآ شمال افريقيا آآ او ارض تمازغة كما آآ يطلق عليها الكثيرون آآ هي يعني اولى الشعوب التي آآ احتفلت يعني بهذا آآ السنة الامازيغية وايضا سواء بالجزائر وتونس وليبيا وبعض من اراضي مصر لان هنا استقر الامازيغ وهذا هو آآ السكان الاصليون لشمال افريقيا فأسما أسما كيقول نريده يوم وطني تحيتي لك شكرا لك مومو كيس كيقول نور موموي يعني الناس يعني آآ كيم جموعة من الناس اللي آآ كالطالب بجعل آآ آآ السنة الامازيغية عيد وطني وهذا المطلب بطبيعة الحال لكثير من الناس ينادي به لانه يعني لا يعقل باش انه يتم آآ الاعتراف الرسمي بدسترة الامازيغية وهو آآ بالتالي فالامازيغية اصبحت لغة رسمية آآ داخل آآ بلادنا فخاص يعني اعادة النظر فهذا المطلب لانه الكثير يعني من آآ الاحزاب السياسية وايضا مختلف آآ الطيارات كما قلت تطالب وتلح على اقرار هاد آآ رأسنا الامازيغية عيد وطني بطبيعة الحال. آآ تحية لك آآ خويا عدي السلام هاد النقاش فآآ قد يجرنا الى مسائل اخرى واشياء اخرى فاحنا كننقش فقط آآ يعني هاد الموروث التقافي وهاد الارث الامازيغي اللي كيحتفلوا به الاجد الديناه والاباء الديناه وايضا اليوم اصبحت حتى بعض العائلات التي آآ لها اصول امازيغية فآآ كل يعني ان آآ لم آآ تخني الذاكرة بطبيعة الحال فربما العديد من الاصار رغم انها لا تتكلم بالامازيغية فلها اصول وجذور امازيغية بهذا الارض السعيدة لان السكان الاصليون لهذا الارض وشمال افريقيا فهم الامازيغ وبالتالي فالا رجعنا الشجرة دي الاي عائلة فربما نجد ان لديها جذور امازيغية ولديها عروق آآ متجدرا في الامازيغية او تمازغة باحتبار يعني كما قلت آآ السكان آآ الاصليون المغرب بطبيعة الحال وبالتالي فكين هاد العائلات ايضا هي الاخرى اللي يعني كتخلد هاد آآ الرأس السنة الامازيغية ولا تكتعرف يعني بعض التقاليد كالتاغولا والعصيدة وايضا آآ الاوكلة دي البركوكس والبسيس واركيمن وغيرها من الاوكلات الشعبية الامازيغية اللي كتزين المائدة دي الاحتفاء بهاد السنة الامازيغية او بايذ يناير اللي هو يناير الفلاحي آآ وبداية الموسم الفلاحي وكانت تمنى ان شاء الله هنا تكون يعني سنة مليئة بالافراح سنة آآ اللي ترجع على كل الفلاحين وكل آآ الناس آآ اللي بطبيعة الحال آآ يقتاتون من يعني الخيرات دي الارض واآ ايضا آآ تؤكد تشبت الانسان الامازيغي بالارض ديالو وايضا احتفاء بالطبيعة واحتفاء بآآ سخاء الارض. عديل سلام يا اخي آآ فانا جاوبتك قتلك هذا النقاش فقد يجرنا الى اشياء اخرى فنحن نناقش فقط يعني آآ ارضية النقاش خاصك تلتزم بها لانا آآ لا يمكن ان نخرج عن سياق ديال الموضوع فا لكل آآ مكان يعني نقاشه بطبيعة الحال اخي الكريم شكرا جزيلا لك ونحترم رأيك بطبيعة الحال ويبقى رأيك رأي محترم آآ في اطار الرأي والرأي الاخر آآ بطبيعة الحال اخي الكريم. ووهبا شريف آآ صباح الخير لجميع صباح الخير. اختي الكريمة نور الدين والسبري آآ شكرا لك. فكنت بنا يعني ان هذا المطلب آآ ديال آآ الطيارات والمنظمة الامازيغية يتحقق لهم آآ ان شاء الله ويتم ترسيم رأسنا الامازيغية عيد وطني وعطلة مؤدى عنها. فمطلب آآ شرعي ومطلب آآ بطبيعة الحال يحترم. وآآ الناس يعني آآ كل الناس اللي اكي احتفيوا بهد السنة كنقول لهم مرة اخرى آآ ان شاء الله اللي غاد يدخل عليكم الصحة والسلامة والهنى والازدهار والنجاح وتحقيق الاماني ان شاء الله يا رب تحية لكم ونتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله وآآ بداية اسبوع مرفقة باذن الله الجميع شكرا جزيلا لكم آآ بلال يوسف آآ يا اخي اليوم هو اول يوم من سنة الامازيغية يناير الفلاحي الفان وتسعمائة وواحد وسبعين تحية لك وتحية الجميع وشكرا لكم على المتابعة والى موضع اخر باذن الله تعالى وبركته